السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنبدأ لفيديو دي لهذا النهار نشاء الله وبركاته الله اليوم لفيديو دي لهذا النهار سنذهب كيف تحمي الطفل ذاك باش ما يمرط في فصل الشيتاء كما كتعرفو فصل الشيتاء كي يكترو الأمراض كي يجيو الأمراض بزاف سيخترو الأطفال اللي معدومش المناعي يعني في الساكي يمرطو غدين هترو علاوها كيفاش كيفاش تزيدي زيادة الوزن للطفل ذاك كيفاش شنهم الأوكلات اللي كيكونوا فيهم السعرات الحرارية بزاف اللي غادي مثلا وخط طفل ذاك كي يتناول مثلا غير زوج وجه بس في النهار ولا غير وجبة في النهار كين أطفال اللي عندهم فقدان الشاهية شنو تقدري تدير الطفل ذاك باش أخي أكل وجبة ولا زوج وجبة في النهار غادي يكون غادي يكون الوزن طبيعي ما يكونش عنده نقص وغادي نحضر إن شاء الله غادي نتكون بعض بعض الأدوية يعني الطبيعية اللي كنديروها في المنزل اللي كنديرها لطفل ذاكي وحفون وصف تسوي لنها بزاف اليوم غادي نتكون إن شاء الله يعني كما كتشافوا في السوارة عدنا دانون دانون غادي نشري مثلا 10 درهم و 15 درهم و 20 درهم مكسارات غادي تمشي عند يكيبعو هاد الشين مكسارات هزا طاية تقول لعداني يعني تقدك شي مخلط يعني فيها اللوز الكرقاع الأكاجون كاوكاو لحسب المتوفر يعني شهال ما تشريح شوات درهم و 15 درهم و 20 درهم على حسب يعني كل واحد وعلم إنه يقدر غادي تشديهم وغادي تطحنهم زيان حتى غادي يوليوا بودر وغادي تديرهم الضفن تاعك كل نهار فضانون مع ملعقة تعالي عسل ومفضل أنه العسل يكون حر يعني ماشي مصطنع يكون طبيعي هذا كي اعطي كاسيون طبيعي وكي يرفع المناع عندها الطفل اللي يعني اللي كي الأمي لادرت كل نهار هاد الوصفة للطفل نزاحة هدي تلاحظ بأن الطفل نزاحة ديما عندها ديما كيكون ناشط عنده الناشط الحيوية ما كيعياش يعني كتشوفوا الأطفل نزاحة يعني كي يكفيهم الحركة بزاف ودك الشي كي ما كتشوفوا عدنا حبوب اللقاح حبوب اللقاح زوينة بزاف يعني لأي واحد المرأة الحامل المرضيعة الأطفال يعني النساء الرجال يعني هي زوينة بزاف وكتعالج بزاف متاع الأمراض من هاد الأمراض فقر الدم يعني اللي عندها الطفل تاحها كي فيه فقر الدم يعني هو وراه معالج مزيان للفقر الدم كي قوي وكينشط الدكيرة وكيفتح الشهية يعني يعني الأم إلا جابت مثلا خدات في الصباح كان نطول الأولادين تاعنا كان نطول لهم الحليب يعني الهجبات الغضاء كان تكون هجبات أساسية كان نديرو لهم مثلا حاساء الخضار هادك حاساء الخضار كان نشدو يعني بالنسبة لي عندهم عام كان نشدو ربع مع علقة كان نديروها لهم من هاد حبوب اللقاح كان نديروها لهم القمح مطحون ولكن نديرو لهم القمح مطحون ولكن نديرو لهم الأرز يعني الفودرة الروز كي يكون إلا زدنا هاد الشي على على ديك الوجبة كتسول لها ديك الوجبة يعني فيها بزاف سعرات الحرارية دك شي يعني الأطفال متاعنا يعني ما غديش يكون عندهم نقص حبوب اللقاح يعني أي وحدة ولدها يعني عنده نقص في الشهية كان صحات تاخد له حبوب اللقاح زدها يعني في الأكل سعطيها له مع ضعنون سعطيها له أنا كتس نديرها لولدي مع ضعنون كتس نديرها له كل نهار يعني في عام كان أعطوهم أربع معلقة عامين كان أعطوهم نصف نصف ملعقة صغيرة و ثلاث سنوات لأربع سنوات كان أعطوهم ملعقة صغيرة من خمس سنوات للفق كان أعطوهم ملعقة كبيرة يوميا هذا الشيء يعني يوميا و جربوه يعني جربوه راح تجوين بزاف كان نصحكم به بعض الأدوية اللي هدرت لكم عليها بعض الأدوية اللي كان ديرها لولدي و كانت نفعه أنا أعطوكم إلى ولدك مثلا مرض كان مريض و فيه الحلاقم مثلا صغير أنا أعطوكم الوصفات من عام للفق كان مرض و عنده الحلاقم مثلا يعني التهاب في اللوزاتين ولا يالله غادي بدعواء يعني شمروخة كان شريوه من الصيدلية ما كان ينفعش معنا أنا كان دير لولدي كان شريوه دانون يعني كان هاداك دانون جارفة صغير اللي كان عدوه لأطفال كان نجيبو ملحقة صغيرة انتع زيت الزيتون كان ديرو فيها كان ديرو فيها رص متعدد فص يعني غي واحد و كان ديروه فوق النار فوق العافية حتى كي يبدأ طبخ كان شوفوا ذيك الزيت في ذيك المعرقة كانят تربخ كان حييدوها كان حييدوها ذاك التون و كان خويوا هذي الزيت زيت الزيتون في ذاك دانون وكان عطيبها للطفل متاعنا هادي انا كان جاربها زوينة بشاقة يعني انا ولدي مانع عليه الطبيب لانه لحق Lex ترجمة نانسي قنقر